رمضان الخير للجميع ومن لبنان تنشط المبادرات الاهلية التي لا تفرق بين دين أو عرق أو لون بين لبناني وعربي ومحتاج ملابس وأطعمة توزعها مبادرات أهلية في لبنان بالمجان طيلة العام ولكنها تزداد نشاطا خلال الشهر الفضيل مراسلتنا تريسي أبو أنتون رصدت فرحة المعطي بعطائه والمتلقي بسداد حاجته بكثير من الشغف تحكي شيرين قباني عن مبادرتها الفردية في شهر رمضان الكريم وكيف استطاعت من خلال دعواتها عبر تطبيق فيسبوك أن تجمع أكثر من سبع آلاف قطعة ملابس بين مستعملة وجديدة تفرح بها كلب المحتاجين لها العلم عم تنبسط يعني محال يعني تخيل أنت فتحة فتحة محال بتفوت بتنقش وما بدك والقطعة اللي بتعيش بك بلا ما تدفع مصاري وقطعة جديد يعني منح ونضاف وكله حلو يعني فأكيد العلم كيفي ما مصدقة بدأت تاخد هيدا أو هيدا أو هيدا ثياب العيد مبادرة ألهمت قلوب الخيرين فتوالت الأكياس بمحتوياتها النظيفة إلى المتجر كما استمالت عددا من المتطوعات اللواتب درنا إلى المساعدة بفرح كبير ورغم صغر مساحة هذا المتجر البيروتي إلا أنه يفيد بالزوار من لبنانيين وسوريين وعراقيين وغيرهم وصيبقى باب المتجر مفتوحا خزانة للخير والعطاء طيلة أيام السنة من بيروت إلى ترابلوس عاصمة الشمال توجهنا حيث فعل الخير على صعيد المبادرات الفردية يتضاعف ومن الثياب المجانية ننتقل إلى الطعام المجاني في اليوم التالي كانت المحطة في المينة ترابلوس فتحت صقف مطعم سعادة السماء تجتمع العائلات المحتاجة على مائدة الإفطار مجانا يعني منقدم تقريبا 120 أو أكثر 120 واجبة ما مفرق أكيد بين لدين ولا جنسية وهلأ عم نعمل إفطار هذه أول تجربة لألنا المؤن والمستلزمات اللوجستية مطروحة على تطبيق فيسبوك أيضا والكل يلب نداء بكرام هذا إذا بدك الستوك الصغير اللي نحن عندنا يعني مثلا اليوم خلص هلأ الخبز خلص عندك الفاصولية خلصت الرز خلص هلأ اللي هلأ ناقص من هون اليوم بنكتبه على الفيسبوك والحمد لله مثل ما قلتلك أنه ما عم يتأخر علينا العالم يعني دغري خلال ساعة ساعتين عم بتكون كل غرض ورغم أن المبادرة فردية غير أن المحبين كثر متطوعات في المطبخ يعملن بشغف ومتطوعون يخدمون على الطاولات فيما الضيوف تصلهم أشهر أطباق والحساب بعملة شكر فقط كل ما نحن عم نيجي نأكل أكل طيب ونظوفي الحمد لله يعني إحنا كتيرا أسلطين بها العادي والله والمادة فيها فايدة وفيها غزة الحمد لله وكرم فوق الحد لبنانيون مسيحيون ومسلمون إلى جانبهم مهجرون سوريون يعيشون يوميا تجربة فريدة ونادرة ألا وهي الإفطار المشترك لأخبار الآن تريسي أبي أنطون لبنان